يعني أنا عارف أنه المسلمين بيستندوا على آية في القرآن عن مجيء أحمد نبي اسمه أحمد فما هو ردك على هذا السؤال؟ الحقيقة جسيس تنظار صورة الصف عدد 6 وضع الأحباء المسلمين في إشكالية لأن صورة الصف عدد 6 بتقول وإسقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الطورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الإشكالية هنا أنه يمكن إحنا بنشوف التأثر والتأثير الإسلامي بديانات مختلفة وخاصة بالمسيحية واليهودية وبنشوف أنه اللي درس الطورة عارف كمية النبوات عن مجيء المسيح كمخلص من العهد القديم ورغم أن اليهود معظمهم ما أمنوش بالمسيح كمخلص أو بمجيء ولسه بيتوقعوا مجيءهم والبعض منهم آمن لكن هما شافوا أن دليل من الدلائل القوية أن يتنبأ الشخص أو ديانة إذا حسبوا أنها ديانة بنبي يأتي فعشان كده حطوا نفسهم في الإشكالية دي والإشكالية دي بتقول أن المسيح تنبأ بمجيء رسول الإسلام جدام الإشكالية دي حاولوا يجدوا مخرج لها بأن هم يلاقوا آيات يحاولوا يستخدموها كآيات تدل على مجيء رسول الإسلام في آيات كتيرة لكن حضرتك النهاردة مختار لنا الموضوع الرائع بتاع الباراكليت أنا عندي كم سؤال قبل ما نتكلم عن هل ده ينطبق على محمد أو أحمد ولا لا ينطبق الأحباء المسلمين دايما بيقولوننا أن الكتاب المقدس محرف وسؤالي هل يصح أن أعتمد في إثبات نبوت رسول الإسلام على ما هو محرف فده سؤال سؤال تاني يعني جسيس مع أنه العهد القديم خلينا أقول والقرآن بيشهد للمسيح بغض النظر إذا آمنوا أنه الكتاب محرف أو غير محرف لكن منشوف في شهادات عن شخص يسوع المسيح مع أنه طبعا لا يؤمنوا بلهوته أو بيؤمنوا بالصلب لكن برضو كمان هذه إشكالية يعني إذا من ناحية الكتاب محرف من ناحية تاني بآمنه في شخص المسيح يعني فيه تصريحات عظيمة عن شخص المسيح في القرآن فبعتقد أنه هذه إشكالية أصعب هو مجموعة إشكاليات رهيبة لكن كمان وزي ما حضرتك ذكرت أنه إشكاليات صعبة لكن أنا بشوف أن الصف ستة سورة الصف ستة بتخلي المسلم عليه ضرورة أنه يبحث عن نص في الكتاب المقدس يأتي على لسان المسيح ليؤكد أن هذا النص صحيح وأنا أعتقد أنه ده لو قدرنا نستخدم بس لفظ يعتبر شهادة ميلاد رسول الإسلام مبنية على اعتراف المسيح بأن فيه نبي يأتي بعده اسمه أحمد ولأن الكتاب المقدس لا يوجد فيه أي نبوات عن رسول الإسلام والنبوات الوحيدة التي تحدث بها المسيح عن أنبياء تأتي بعد المسيح موجودة في إنجيل متى 24 وأنا أعتقد لا يتطفق المسلم أن يكون رسول الإسلام واحد من هؤلاء الأنبياء لأن المسيح قال يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون فما أعتقدش أنهم هياخذوا الآية دي فهنا أنا عندي إشكالية إشكالية البحث عن مخرج والبحث عن مخرج هنا هو بيحاول لأنه حط نفسه في مأزق أن المسيح قال المسيح ما جالش حتى لو الكتاب هو بيقول عليه رغم الشهادات الشهادات القوية عن الكتاب المقدس لكن حتى لو قال أن الكتاب محرف إذن هو عنده نص ليس له إثبات وضروري عليه أن هو يثبت هذا النص عشان كده تغاضى عن فكرة تحريف الكتاب المقدس وراح يتكلم برضه بفكرة تشوبها الزيف والتدليس على أساس أنه هو يحور كلمة باراقليت وجاء كلمة باراقليت أصلاً لما يتغير فيها حرف بدل ما باراقليت تبقى بيركليت يتشال حرف الألفة في اليوناني فكده يبقى معناه الممدوح باللغة اليونانية جسيس ثابت بعد إذنك في باراقليت اللي هي باراقليتوس اللي بتعني الشفيع أو الملازم أو المدافع أو المشير وفي كلمة تانية اللي هي مش موجودة ولا في أي مخطوطة من مخطوطات العهد الجديد إطلاقاً مش موجودة في تعليم العهد الجديد اللي هي كلمة باراقليتوس فإذن حتى مش بس حرف تغير حتى طريقة اللفذ والكلمة كلها تغيرت اللي بتعني المشكور الممدوح المحمود يعني كل هذه المعاني اللي بتعني باراقليتوس لكن مفيش كلمة واحدة باراقليتوس في كل العهد الجديد إلا الكتاب يتكلم عن شخص اللي هي باراقليت أو باراقليتوس اللي أنت حضرتك بتتكلم عنه الآن بالضبط كده يا جسيس نظار ورغم أن هي غير موجودة أنا لو مشيت حتى مع المسلم وافطرت جدلاً افطرت جدلاً يعني بافطرت حاجة غير موجودة بالأساس وأجي أطبق النص اللي موجود في إنجيل يحنى عن المسيح عن الروح القدس لما بتكلم فيه في يحنى 14 أول حاجة مش ممكن يكون ده شخص نبي والسبب أنه هو المسيح لما بيقول لهم في يحنى 14 بداية من عدد 15 يقول إن كنتم تحبونني فاحفظ وصياي وأنا أطلب من الآف فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد الروح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه هنا مش بيتكلم عن شخص جسد من لحم ودم عشان أقدر أطبق عليه إنسان حتى من غير مرجع للغة العالم لا يراه إذن شخص غير مرئي روح وهنا يبقى كده لا ينطبق أبداً على فكرة أنه هو ممكن يكون نبي من الأنبياء يعني حتى أنا لو بعدت عن فكرة اللغة اللي هي في اللغة الكلمة اللي بيعتمدوا عليها زي ما حضرتك ذكرت مش موجودة بالأساس لكن حتى لو ما اعتمدتش دي وخط النص نفسه هلاقي إن الشخص الذي يتكلم عنه المسيح شخص لا يرى غير مرئي غير منظور العالم لا يقبله وإحنا عارفين إنه محمد كشخص كان شخص منظور كان يحارب الحروب ويغزو الغزوات يستخدم السيف كل الأمور دي بنشوفه إنه شخص منظور يشجع الناس على أشياء كثيرة ما فيش داعي لذكرها دلوقتي لكن حاجة من ضمن الحياة اللي بتقول حتى الآية نفسها أو الجزء ده لا ينطبق عليه إنه هو شخص غير مرئي بعدين الكلمة كلمة معزة آخر بعد إذنك جسيس معزة آخر يعني لو افترضنا إنه الكلمة بتعني محمد أو أحمد فيعني رب رح يرسلكم محمد آخر يعني إذن في أحمد أو محمد وحيبعت محمد آخر فبصير محمدين فالفكرة لا تنطبق على ذاتها من الأصل بالطبع طبعا محمدين وحسنين دول حاجة تانية لكن لكن آه ويمكث معكم إلى الأبد يعني طبعا إحنا بنعرف إنه جاء ومات لكن نروح القدس إلى الأبد بالضبط وكمان حاجة تانية يكون فيكم مش يكون معاكم مش يكون قائد لكم لكن يكون فيكم كمان وزي ما حضرتك ذكرت يمكس إلى الأبد لا يموت هو موجود لكن محمد مات زي ما حضرتك اتكلمت زي ما حضرتك ذكرت الحاجة التانية يعلمكم كل شيء الروح القدس يعلم يعلم كل شيء مش بس كل شيء لا يذكر كمان بما قاله الرب يسوع المسيح يبقى مش بس كده ده هو هيبقى العمل بتاعه كمان هو يذكر بأقوال المسيح وإحنا شايفين أن هناك فرق كبير جدا جدا بين تعاليم رسول الإسلام وتعاليم المسيح ولو جاء مذكرا لأقوال المسيح لكان واعزا قديرا لأن يكفي أنك أنت تردد كلمات المسيح وتذكر الناس بكلمات المسيح فده يدي لك قيمة أعظم من اللي حصل مع رسول الإسلام